الحكاية بالنسبة لي بتبدأ وتنتهي عند مدرب منتخب مصر أو مستقبل الكورة المصرية عشانا بقى أكثر عمقا وأكثر وضوحا مش بس المدرب بس الكلام بقى عن كاس مصر عن فرقة هتنسحب عن فرقة راضية عن مين هيسعد للكونفيدرالية مين هيسعد لدول الأبطال كلها حاجات مهمة جدا بس بالنسبة لي مش قبل منتخب مصر أنا مش هنسى ومش ههدى بصراحة كده أنا مش هنسى اللي حصل من كام يوم ومش ههدى لما أشوف إصلاح حقيقة هتقول لي مين انت لا مش أنا لو ما هدتش بقى الدنيا تهدت يعني لا بس أنا مش هنسى عشان أفكر حضراتكم وحضراتكم تفكروني نوع نفكر بعد كده في الأول والآخر احنا ما عناش قرار احنا مش الحكم كمان احنا بس بنوع ننور النور نقعد ندور نقول اتحاد الكورة بيعمل اي دلوقتي هقول لك حاجة انت دلوقتي لحد هذه اللحظة واحنا فات أكتر من أسبوعين على رحيل الكابتن إهاب جلال ما قلت ليش مين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وأنا قابل مش أنا كريم أنا المشجع المصري قابل بس قول لي يا سيدي المعايير قول لي انت بتختاري ازاي فهمني ووضح لي ووريني الصورة كاملة عشان لما تيجي تختار اسم ما تلاقينيش بسقف لك أو حتى بسرخ لك وخلاص قول لي عشان أمشي معاك أمشي وراك حضرتك انت اتحاد الكورة المسؤول عن الكورة المصرية أمشي وراك بس قول لي انت ماشي ازاي عشان أنا لما مشيت وراك المرة اللي فاتت كعبلتني وقعتني على وش مش عايز ده يحصل تاني حقي وحقي أي مشجع مصري قول لي هتختاري المدرب ازاي أنا هقول لك شوية معلومات وهكمل معك الكلام اتحاد الكورة دلوقتي فاتح ميزانية شبه مفتوحة مش مفتوحة قويان شبه مفتوحة للمدير الفني الجديد لمنتخم مصر يعني ايه شبه مفتوحة يعني ممكن تسمع أرقام عمرك في حقيقتك ما كنت تسمعتها قبل كده قبل ما كم الكلام هتقول لي ايه ده هو مش من كم يوم كان ما فيش فلوس في اتحاد الكورة ورئيس الاتحاد الكورة انسى الكلام ده أنا هقول لك ان اتحاد الكورة وصل لواكيم لوف الموديل الفني السابق للمنتخب الألماني بطل كأس العالم وحاول معاه والرقم اللي كان طالب لوف كان رقم ضخم وكبير جدا لم يطفع في الكورة المصرية لا فريق ولا منتخب قبل كده ورغم كده اتحاد الكورة كان عايز لواكيم لوف الراجل عايز يبدل في أوروبا الراقم دي رغبته مش الكورة السبس مادية اتحاد الكورة راح لرانييري المدارب الإيطالي الكبير بطل المعجزة مع ليستر سيتي سأل عن طريق وكلاء عشان بس اتحاد الكورة ممكن يطلع يقولك احنا ما اتفاوضنا شو بتاع لا بيحركوا وكلاء لعبين ويقولولهم شوفونا مدربين روح اتكلموا معاهم انتو كده بشكل ما بدأ اشوفوا عايزين ايه ولو كده اخش معاهم في مفاوضات رسمية فرانييري من الأسماء اللي اتعرضت على اتحاد الكورة واتحاد الكورة بس هو برضو نفس القصة عايز يفضل في أوروبا انا بقولك الاسمين دول ليدول تحديدا عشان اقولك ان انتحاد الكورة حقيقي عشان بيبقاش اسمه برضو انتقاد طول الوقت وخلاص بيدور على اسم كبير لمنتخم مصر اسمي له خبرات كبيرة اسمي يكون واخب بطلاته وعمل انجازات قبل كده ده كلام محترم معاك بس الحكاية مش هنا وبس الحكاية مش هنا وبس الأسماء اللي انا قلتها دي ترضي الجماهير جدا بس الأسماء دي هتعرف بصراحة شديدة كده تشتغل في منظومتنا ما خد بالك واللي قلته الأيام اللي فات ده كل يوم احنا عندنا حاجات كتيرة قوي 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 محدكة تطوير كتير قوي هل احنا اشتغلنا على الأمور دي ولا لا لا لسه ما اشتغلناش هل شفنا قطاعات الناشئين لا هل شفنا البطولات لا هل شفنا ازاي نطلع لعبين المحترفين لا هتقول لي ما دي مهمة مدير الفني الجديد لاتحاد الكورة مش مدير الفني المنتخب صح عندك حق يبقى من باب أولى من باب أولى نلحق بسرعة نعين مدير الفني لاتحاد الكورة عشان هو أصلا اللي المفروض يختار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والراجل هيحط مشروع أو هيحط أفكار حتى لو بشكل مبدئي يختار على أساسها مدير منتخب مصر هتقول لي ازاي أنا بس هقول لك شوية كلام عميق شوية قوي قوي الراجل اللي كان مسؤول عن منظومة تطوير الكورة البلجيكية أنا هكلمكم عنه الحلقات اللي جاية بعد بكرة بالكتير هقول لكم دي حاجة كده نقطة فرعية عشان حنا دايما بنسمع فكرة انه ايه عايزين نقرر التجربة البلجيكية التجربة الألمانية التجربة الإنجليزية وطبعا احنا لا عارفين تجربة ولا بتاعها احنا بس ايه شايفينهم بينجحوا فقولنا هنعمل زيهم هننجح ان شاء الله زيهم اه نجحوا ازاي ما بصناش على التجربة أنا بقى هجيب لحراتكم التجربة عملوا فيها ايه بدأوا منين راحوا فين الراجل بقى اللي كان مسؤول عن القصة البلجيكية دي كان في تصريحات قريتها من كام يوم وانا بسردش عن التجربة دي وعايز افهمها ما انا مش عايز اردد كلام ووعد اقول ايه التجربة البلجيكية وانا وعد مني لحضراتكم بعد بكرة ان شاء الله كل حاجة عن التجربة البلجيكية هكون جايبها لحضراتكم واشتفهمهم هم تحركوا ازاي لمدة عشر سنين من 2010 لحد ما خدوا نتاج ده يعني في 2020 مثلا طيب يجي اقول لك الراجل في تصريحات صحفية قالك انا لما اشتغلت مع الاتحاد البلجيكي كان بتواجهني صعوبات في الاول ايه هي الصعوبات قالك انه الاتحاد البلجيكي ما كانش فاهم اوي فكرة ان احنا يعني يلا تعالى نطور الكرة بس ما تبصش للنتائج هو يقول له لا طور للكرة بس انا عايز نتائج وعايز بطولات وعايز انجازات يقول له لا ما انت عشان تنجح محتاج سبع تمنت سنين ما تستناش بطولة ما تستناش انجاز ممكن تلاقي التعصرات كبيرة عادي احنا عمليين نبني فقالك انا انجحت معاهم لما هما لما هما وفقوا على افكاري دي لما ما استنوش نجاح دلوقتي هل انت حضرتك بقى في الكرة المصرية مستعد جمهور واتحاد ومسؤولين كرة وكل الناس دي انك تزبر على اللي جاي ليه المدير الفني اللي جاي سين مدير الفني المنتخب مصر تحته المدير الفني المنتخب الانبيل المنتخب الشباب المنتخب الناشئين المدير الفني لاتحاد الكرة المفروض يحط بلان لكل دول تحديدا اللي تحت المنتخب الاول تحديدا اللي تحت المنتخب الاول ايه هي البلان يعني في بلجيكا مثلا لما جوم يطوروا قالك ان الفرقة كلها والمنتخبات كلها في بلجيكا بتلعب 4-4-2 و3-5-2 وده في تطوير الكرة بقى مش جيد فتعالوا كلنا المراحل السنية الأوليلة في المنتخبات البلجيكية نلعب 4-3-3 دي الخطة اللي وضعت لكل المنتخبات وكل الأندية مش كل الأندية الدرجة الأولى يعني مش الممتاز يعني مثلا ان ضلقت ما ألزمهوش نلعب 4-3-3 هيجي مداري بيقولك أنا ما يلا أنا بالكلام ده أنا مليش دعوا به بس على قال ألزم الأندية كلها المرحلة الناشئين نلعب 4-3-3 وبقى كل بقى فرقة ومنتخب يغيروا زي معزين بس يحفظوا الطريقة فوحدت الطريقة وحدت تعامل جاب مرحلة الناشئين بقى وجاب اللاعب بتاع الناشئين دوت وقال لك احنا مش نلعب مطشط ناشئين 11-11 لا تعالي بقى الأطفال الصغيرين دول لعبهم 5-5 أنا مش عايزهم يلعبوا 11-11 وفي السعين دقيقة كل واحد فيهم يلبس يلمس الكرة مرتين أنا عايزهم 5-5 هلعب بينهم بيهم خماسي على ملعب صغير واشوف مهاراته وتقيلها بعد كده نخليهم 8-8 لحد ما نقصوا 11-11 تفاصيل هشرحها لكم خلال يومين تفاصيل كثيرة ده تطوير كرة عشان انت بقى تمسك اللاعب اللي عنده 8-9 سنين انت قرار دلوقتي تطور الكرة المصرية فتجيبوا الأطفال الصغيرة 8-9 سنين وتبدأ معاهم من السفر طيب تخني دك ده إمتى 10-11-12 سنة لما اكبروا بقى هل تتحمل؟ هل تتحمل؟ هل تقدر؟ هل تقدر؟ ما تقدرش بصراحة شديدة يعني انت بتتحكي على نفسك وبتقعد تقول أنا عايزة أطور الكرة هل تقدر تجرؤ انك تسمح ان منتخب مصر ما يعملش إنجازات الفترة الجاية؟ مش هتقدر هتقول أنا عايزة أكسب بطولة أو عايزة أطور الاتنين في وضع زي اللي احنا فيه ده مش هينفاول الاتنين مع بعض بصراحة فركز في التطوير عشان كده لازم مدير فني الاتحاد الكرة بسرعة قبل مدير فني المنتخب مصر يقول لنا احنا نمشي ازاي؟ لكن إن احنا بنعمله ده دلوقتي في اللحظة دي أنا شايفه برضو أنا آسف عشوائي مرة أخرى والدليل احنا بقالنا أسبوع كلنا كل الإعلاميين وكل الصحفيين بناء على تصريحات من أعضاء اتحاد الكرة المصري بنقول إن كالوس كيروش قريب من تدريب منتخب مصر مرة أخرى هم اللي قالوا هم اللي قالوا في اتحاد الكرة وقالوا إن احنا بنتواصل معاه وقالوا إن احنا بنتفاوض على الراتب وقالوا حاجات كتيرة جدا وتلعي الكلام ده كله مش حقيقي وتلعي الراجل ليه عندنا فلوس ولسه واخدها قريب واختلفوا على الغرامة بتاعته مش فارق معايا بقى كس الغرامة تقدر تدفعها أو لا يعني القانونية إنك تدفع الغرامة بتاعتك تقلص كيروش قريبا عشان برضو اتحاد الكرة هيبقى مسؤول عن هذا الأمر دي نقطة في منتهى الأهمية إنك بتضحك علي بتضحك علي اتحاد الكرة بيتحك أنا مش وصل في يعني هتيجي تقول لي بكرة أنا متفاوض مع أبيب جردوها مش أصدقك أصلاً انت في الظروف اللي احنا فيها دي مش المفروض تضلل أبداً تبقى واضح جداً تبقى واضح جداً ليه؟ اتحاد الكرة الفترة اللي فاتت كلام كتير وأخطأ كتير وأمور كثيرة واضح جداً بصوا يا جماعة أنا فاكر بس أتذكر أسمي عشان دي لسه فاكرها دلوقتي وقت الكابتن سامير زاهر وقت اختيار بوب رادلي وأتمنى زملائي في الاعداد يتذكروني كمان عشان لسه جايل دلوقتي وقت الكابتن سامير زاهر وقت اختيار بوب رادلي كان بوب رادلي معه اتنين مرشحين كمان كان معه اتنين مرشحين كمان واحد كولومبي يعني اسمه مش حاضر معه دلوقتي واحد آخر التلاتة دول التحدي الكورة أعلى إن احنا بنتفوض مع واحد فيهم التلاتة دول التحدي الكورة قال إن احنا بنتفوض مع واحد فيهم وهنعمل لقاءات معاهم وهنعمل خد بقىك ده من سنين من وقت بوب رادلي ايه المشكلة إن احنا نعمل كده اطلع قولي احنا فيه ثلاث أسماء مرشحة والثلاث أسماء المرشحة دول تبقى لمعايير واحد اتنين ثلاث اربعة طيب بعد ما انت حطيت المعايير دي يقعد معاهم مقابلات شخصية زي ما بيحصل في أي دولة في العالم انا قلت الكلام ده أكتر من مر لكن ايه انت بتخبي عليها ايه انت مش نادي انت منتخم مصر انت بتخبي ايه يعني انت لو بتفاوض فعلا ما امداري بقول احنا بنتفاوض لاتي مع فلان وفلان على فكرة كل المنتخبات العالمين بيعملوا كده يقولك احنا نحطين لست من عشر أسماء بنشتغل عليهم واللي يجي يجي واللي يجي يجي كل مبنيجي نعمل حاجة نحطها في إطار السرية ايه ده ليه ليه كل حاجة بايتفاوضنا سرية لا لا مش هنعلن دلوقتي لا لا مش هنقولك المعايير لا 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 الأسماء اللي احنا بنتفاوض معاها دي حاجة تخص اتحاد الكورة لا لا ما تخصش اتحاد الكورة تخص منتخب مصر تخصنا كلنا تخص الشعب المصري والجميع المصرية كلها وريني وريني كان وقتها مع برادلي ماتورانا طبعا الأسطورة الكولومبية والصربي زوران بلوفيتش ده دول كانوا مرشحين مع برادلي وقت الكابتن سامير زاهر انا افتكرت دلوقتي وقت الكابتن سامير زاهر افتكروا التلات اسماء دول وافتكروا الكصة بتاعتها انا والله حضرت معايا دلوقتي عشان كنت حضرها صحفيا وكنت متابعة كويس اوك انا كنت معجب جدا بالمثل ده رشحت تلاتة والتلاتة اتكلمت معاهم والتلاتة اعلانوا للمنتخم مصر اتكلم معاهم وشفت في الاخر ان الافضل بوب برادلي سهلة والامور كانت واضحة خد بالك التالات اسماء دول كانوا بيتردد اسماءهم في الاعلام والصحافة كل يوم بشكل واضح ونقعد بقى نفكر احنا احنا بقى كصحفين واعلامين ما ترانا افضل ولا مش عارف السربي زوران ولا بوب برادلي ونقعد نقيم شاركونا معاكم لعل وعسى يبقى رأينا مفيد برضو مش بتكلم رأي اعلامي رأي الشعب المصري الجمهير المصرية اسمعوا من الناس ما احنا جرمناكو لما اخترتو وما طلعش حاجة عظيمة بكلام كنتو مرة اخرى برد عشان انا بحب اوضح واكرر كل شوية طول الوقت كان من الاحترام للكابتن اياب جلال مدرب كبير ومدرب محترم والخطأ كان عند اتحاد الكرة مش من عنده هو فهو برد كس بس عشان الكلام ما يجيش انه حديثي على الكابتن اياب جلال اتحاد الكرة اختار وهو اللي اختارت غلط او تسرعت في الاختيار شاركنا بقى شاركنا الفترة اللي جاية اصلا احنا مش هينفع لقدر الله نعيش مأساويات تاني طيب المدرب اللي هتختاره لازم تديله وانت بتتكلم معاك اذا وانت بتقيمدي معاه المسندة الكاملة والدعم الكامل وتقوله كده بشكل واضح انا جايبك عشان تعمل لنا منتخب محترم منتخب كبير ومعاك عدد سنوات معاك نفس المدرب اللي جاي لمنتخب مصر يتقال كده في الاعلام احنا وقعنا معاه اربع سنوات على اقل ما تجيش تقول لي بقى سنة ولا سنتين اربع سنوات على اقل ده اربع سنوات قليل جدا بس يقول لي اربع سنوات وبقى جدد معاه عشان يعمل مشروع حقيقي لمنتخب مصر ليس يقول له بقى ايه انت لو ما كسبتش كاسل اوام الافريقية عشان منتخب مصر اكتر منتخب كسب كاسل اوام الافريقية لو ما وصلتش وخدت كاسل عالم وعملت مش عارف ايه وتقعد تقول في احلام وانت على ارض الواقع لا تملك كل هذه الامكانيات انا بتكلم عن الامكانيات البشرية تحديدا على مستوى اللاعبين دلوقتي انت مش جاهز انك تعمل كل الانجازات دي فسيبوا يبني سيبوا يبني واشتغل بس وانا بتطلع قولونا المعايير على اقل المعايير لو مش تقولنا اسماء المدربين قولونا المعايير واحد اتنين تلات اربعة عشان نتطمن ما نجيش تقول لي انا جبت لك اسم كبير ودفعت فيه مئة مليون الف جنيه وارقام مش هنبسط يعني مش هفرح مش هنباهر قولي انا جبته عشان واحد اتنين تلات اربعة لكن ما تقوليش انا جبته عشان هو انتوا عارفين يا جماعة يواكيم نوف ده اللي خد كاس العالم مع المانيا يا سلام علييني وعراسي ما انت لو قلتني بكرة هجيب بيب جاردول انا متأكد بيب جاردول هيفشل معانا متأكد مليار في المية يعني مش اسم المدرب عشان هو اعظم مدرب في العالم هينجح معانا باللي احنا بنعمله ده مش شرط يعني فلازم الاخترار تبقى لمعايير وبعد كده حط عليها الاسم مش تجيب الاسم وتقول ايه انا جبت ده عشان معاييره كذا كذا لا او يعني عشان هو خد بطولة لا او عشان هو الرقم بتاعه قليل او كبير لا معايير طيب